شكرا على التقرير الحلو أنا أشكرك ونكتير وأنت تشكرين على ما هذا هذا أول برنامج يصير معنا هاي بعد حدا بده محاري خلاص بدك أنت كمان إذا بدك لنعطي أنا أصلا عمقول الله يعيني كيف يطلع معي هالبرنامج ربي يعيني اتفقين الثلاثة أنه ما رح يبكو لسه ما قمنا صباح وصف شبك ليش بكيتي يعني تأثرت شو أكتر شي تأثرت فيه أنه هيك عمر من الأعمال وقليل بحق هالشكل نحن أضيع منفكي رشا شبك هي نقطة ضعفنا أنا كنت بفكرك أنت القوية وعساس هاي الخروق اللي بتخاف شبكت على الوتر بلا يا حبيبي طيب بهالمحطات اللي ما رأيت وين بتحسي كل إنسان بحياته محطات شو هي أبرز محطات حياتك هلا المسرح من أبرز محطات حياتك وين حسيتي تك ضرب معك النجومية وين بكاسك يا وطن مسرحية كاسك يا وطن وإمتى حسيتي أنه أنا صرت على المستوى العربي هو لما نعرضت مسرحية كاسك يا وطن انتشرت بالعالم العربي كله وصاروا العالم يحكوا بإسمي صباح على أيامك بلا كان في معهد عالي فنون مسرحية ولا موسيقية ولا شيء كيف دخلت الفن؟ بسبب سامية مثلا؟ سامية فتحت لي الطريق لأني أدخل على الوسط الفني إنه أختي ممثلة وأنا من زغرتي شيطاني وبحب الرأس والغنى والتمثيل وكنت فاشلة كثير بالمدرسة بس شاطرة بحصة الرأس فوجود أختي سامية شجعني وخلاني إلا واترجعها إنه يا الله يا سامية خليني فوت ومثل وهيك دخلت فنون شعبية بالأول وبعدين صرت انتقل خطوة خطوة كيف تتقمص بشخصية حدا لقيم؟ يعني بحاول فوت بالشخصية قد ما بقدر لأقدر أطلع من حالي وأعمل الشخصية مثلا بسومية بالزمن كثير عزبتني لأنه كثير بعيدة عن شخصيتي هلأ أنت كحماية قوية عن جد؟ أدك تسألك أنت قوية ولا مقوية؟ كنتك عم تقول مقوية أصلا أنه عنا الحماية وعنا الكنة وعنا بيت اللحمة وعنا الجيران وانتي قاعدة مع أمك هلأ كيف بتوصفي أمك؟ بصدق يعني ما بعرف قديش بحس أنه أنا محظوظة أول شيء أنه أنا بنتها بس هلأ أحضرت طبعا دايما هاي الفكرة ببالي وببالي الكل أنه نحنا عايشين يمكن ننسى أحيانا مع قامة فنية كتير كبيرة ومن عاملة كماما يعني في خط رفيع بين الستار صباح وماما اللي هي ماما اللي متل أم الكل أمي حدا كتير طيب وحنون وسادق واللي بقلبها على راس لسانة ما بتعرف تخبي بس نموذج بيطعب كتير بالحياة كتير ما بتعرف تخبي ما بتعرف تلبس أقنعة ما بتعرف تمثل بحياتها يعني بحياتها الطبيعية شبهك إلا بيحملك شيء لما سنكوني ماشي بالطريق الناس أكيد هيدا أحلى شيء يمكن أنا ورسته بحياتي انتي لمن طالع يا حلوة طالع لأمي ما طالع لأمك هديك طالع لأمة انتي ما تشبهيها هلأ وقت شفت التقرير ما حسيت أنه أنا بشبهني لا بمرحلة مرحلة الصبا سمك بلحسك والباحث الاجتماعي كتير طرف تشبهني يمكن أنا عن جد بشبهها من جوة لماما كتير طيب لو قلتلك توص في أمك بكلمات نقطة ضعفة أصدق أنا شو بحس الله هي نقطة ضعفة هي الحقيقة كل شيء تاني وهم الله هي أبوكي شو لك رباح بابا الأمن والأمان لا تتهم مبرج ما فينا نحكي عن بابا وماما أيها 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 هذا الشيء كتير من جوع رأعي رأعي لا أهلا منبلش نكي كلنا صباح الجزائري نعم هل باب الحارة أفضل أعمالك؟ لا لا برافو هل تعتبر قصتك مع السيلة مناشحة؟ إلى حد مائي نعم أم لا؟ آه عفوا نعم نعم أستاذ نعم أستاذ نعم أستاذ نعم أستاذ هل صاحب المبادئ تعبان بحياته؟ كتير هل أنت سعيدة؟ كتير نعم أم لا عفوا نعم تعرفي تحفظي السر أم لا؟ كتير نعم 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 بتأثر عليك السوشال ميديا؟ ما كتير نعم أم لا؟ عفوا لا لا أستاذ كلا أستاذ كلا ليش نعم أو لا يعني فيني أقول غير كلمة لا ما فيكي تقولي حاضر هل بلت جاملي لو كنت غير مقتنعة؟ لا هل الفن السوري بخير؟ لا هل ندمتي على عمل أو معرفة شخص في يوم من الأيام؟ كتير نعم نعم هل تثقين بالناس؟ ايه نعم بضغاري؟ أبدا لا 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 أباح خود راحتك لا أبغار على جوزي؟ لا على مين لك؟ في غيره عن غيري بتفرق أنا عم بحكي عن ضغاري لك؟ عن جوزي؟ بغار من لحم سناني ربي يكون بعض تغير هو عم يتفرج هلأ؟ نعم عم يتفرج بغار نعم إنهم بارح جاييننا على الغداء على البيت نحن نعزمونا على الغداء على البيت وين جوزيك؟ أهل بس اللي بدي طلعوا ببرنامج فشلون؟ والله لما حلك ما بيجي أنا حبيبي عملنا لون أكل حلو أي والله ضيب كتير شكرا هل أخذت حقك كنجمة؟ أخذت حقك؟ إذا حتقولي نعم حأزعل منك لا أكيد طبعا هل تردين الإساءة بمثلها؟ لا لو كان القرار بإيدك بتنصحي بناتك يبتعدوا عن الفن؟ لو كان القرار بإيدك نعم 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 ليش؟ لأنه كتير متعب مهنة التمثيل جدا متعبة مرهقة للأعصاب للنفس مرهقة هي مهنة صعبة جدا هل ممكن تتركي الفن بيوم؟ لا هل الشهرة حلوة؟ ما بحب الشهرة صدقني لا هل الشهرة حلوة؟ هل المال يجلب السعادة؟ مال يا مادية أنت؟ نعم هديك مادية أنا عم بعمل هيك نعم سادنا نعم ولا؟ نعم هل تعلمت من دروس الحياة؟ نعم نعم أنا والله ما تعلمت شو كان أكبر درس إليك بالحياة؟ دروس كتير بس أهم أنه الواحد ما يفتح قلبه لكل العالم يعني يكون عنده خطوط حمر وما يفوت بالعالم كتير في صداقات بالوسط الفني؟ أبدا في زمالة هعد للسؤال لأن المخرج أخذنا وايد شط حطه على وشة في صداقة بالوسط الفني؟ في زملاء لا كان الجواب أحلى الأولاني أبدا ما في في زملاء صداقات ما في أي واحدة فيهم بتشوفي أقرب إليك؟ ألا كل واحدة فيها شي بيشبهني شو بيشبهني؟ شو في بطرف طرف شخصيتها بتشبهني كتير من جوة سيعة الوزيرة؟ رشا بتشبه أبوه أكتر بالشخصية بالشكل بتشبهني كتير بالشخصية بتشبه أبوه بس عم تقولي بيشبه أبوه يعني أبوه حاد لا بالعكس أبوه حدا هيكي واعي متزن رزين طيب يعني هالصيغات كلها موجودة بترف لا موجودة بترف بس قصدي طرف مثلي بتغلي سريعة يعني لا تبهدلون على الهواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر